بسم الله والصلاة والسلام على أشخاص خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم استكمالا للشابطة النومبر سري ستاتيكس أوف بارتكل هنأخذ هنكمل بعض المسائل على هذا الشابطة هنأخذ اكزامبل فورس اون البو جوينت اللي هو القوة على الكوع أنا عندي زراع بشرية تمام هنا أدي الزراع الزراع دي عبارة عن عزم زي ما نتشايفين بونز and muscles وطبعا وعضلات الزراع دي مجدودة بواسطة باي سيبس مصل دي عبارة عن المصل دي عبارة عن ألياف والألياف دي كأنها كأنها بتشد الزراع إلى أعلى تمام وهنا في جوينت تمام البو جوينت عايزين نحن ما هي القوة المؤسرة على هذه الكوع يعني تمام لو بصينا هنا الزراع بتمسك كرة هذه كرة وزنها ام تمام وزي ما هو طبعا المسافة بين الوزن وزن الكرة المسكهاها الإيد والنقطة الارتكازة اللي هي ال-o اللي هنغضوها بيفوت بيفوت تمام هتوبها تقريبا 30 سنتيمتر المسافة برضو بين القوة الشد بتاعة البايسيبس اللي هي العضلة عضلة الزراح هنا وهذه ال-o والنقطة الارتكاز هنا هتوبها سري 30.4 سنتيمتر وهو عندي عبارة عن يعني تقديرية مسافات تقديرية اسم بايسيبس فورس اكتز on 35 سنتيمتر from بيفوت 0 والأم هنا 6 كيلو جرام الكتلة اللي شايلها الارض 6 كيلو جرام يعني تقريبا 60 نيوتين اول هاجي احنا موديل 4 arm as a horizontal root احنا بننمزج الايد البشرية بنمزجها بحيث نخليها كأنها عبارة عن قضيب كده افقي اهو ده ده عبارة عن قضيب بتاعنا وآدي ال-o آدي ال-elbo-joint وآدي ال-f-m بتاعت المسل بتاعت البايسيبس مسل تمام وآدي وزن الإيد ال-m-h-j m-h يعني كتلة ال-hand mass of hand مضروبه في جي يديني الوزن وده ال-m-j ال-m في ال-j عبارة عن وزن الكرة المسكعة هاليد احنا ده الموديل بتاعنا خلاص يبقى احنا نمزجنا ال-يد البشرية بيحيث بهذه كأنها عبارة عن horizontal root تمام هنطبق الشروط الاتزان اللي عندينا ان محاصلة القوة بالسو سفر ومحاصلة محاصلة التوركس بالسو زيرو the force we know least about the force on the elbow so let's take the elbow as the pivot عشان احنا طبعا نختار ال-elbow نختار ال-elbow عند ال-elbow عشان احنا ما نعرفش القوة المؤسرة على ال-elbow تمام مقدارها كام ما نعرفهاش وبالتالي احنا ممكن نعرف الكرة بتاحت وزن الكرة المسكاها ال-يد تمام وممكن نعرف وزن ال-hand وبالتالي ممكن ال-fm ممكن برضو نحاول نعرفها لكن عشان نتخلص من القوة المؤسرة على ال-elbow بيحيث we know less about the force on elbow نحن نعرف معلومات جديدة جدا عن القوة المؤسرة عند ال-elbow joint عند القوع وبالتالي نحن ناخد ال-elbow ok as-biberty كنقطة ارتكازة عشان لما نحن ننحس ب تورك عندها سيبقى تورك بيسوي zero لان زراع القوة هنا بيسوي سفر لان القوة بتمر هنا نقطة دورانة هي ال-o محاصلة التورك هنا بابا دائما محاصلة التورك ال-etc ويقوم بعمل سفر. محصلة الترك؟ الام اتش. اهي. طبعا الام اتش الى اسفل. معروفة اهي. بالتالي احنا اخذوها. طبعا الام اتش كده لو اخذناها بتاقبت هاذا اتجاه ده ايه ده عكس مين? عكس ولا مع عقارب الساعة? عكس مع عقارب الساعة يبقى الاشارة السالبة هي. نيجاتف ساين. يبقى ماينس ام اتش. تمام? مضروة في ال على اثنين. مضروة في ام ايه على اثنين. زائد اف اف ام في دي. فان الاف ام اللي هو قوة المسلز اللي هي البي سبس مزل الى اعلى. ودي احنا تبقى كده هو. ده عكس عقارب الساعة. وبالتالي اشارتها موجبة. اهي. يبقى زائد اف ام في دي. تمام? ده الترك. وزائد بعد كده القوة بتاعة الام جي. هنا هو. في نفس الاتجاه. يبقى اشارة سالبة برضو. مع اتجاه الخالف سايب وبشارة اشارة سالبة. يبقى مينس ام جي في ال ال بالساوي زيرو. في هذه الحالة الاف ام. هتبقى بساوي نصف ام اتش زائد الام. موضوع كله في جي في ال على دي. هناخد برضو. هناخد برضو. المحاصلة القوة بالساوي سيف. الشرط التزايد الثاني. سيفير لنح McK swojex. احنا هناخد. القوى الذين لدينا. القوى الذين لدينا. الفيو. ايج تدمدي. فجاي بزاوية.andinav sample تدميه اني يم تبدأ بزاويا. مش تدمير بزاوية. و لكنها تدميرها بزاوية. بالتالي يبقى عليها مرتبوكов. مرتبوكسا في حالة اكس واتجاه一 gamma. مرتبوكي 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 سامح بزاوية ind ml. يستمر بزاوية T. وامتر سالبة ت Violence في الحالة الي اistine دون فحال فط الفيو.진ống ف يو ا اكس هذه هي تمام ومفيش تاني قوة في تجاه الوكس يبقى كله زيرو بلاس زيرو بلاس زيرو بس وكله بس يو سفر طيب فيتجاه الواي هدبل F Y F U A Y بلاس F M اهي الى اعلى القوة طبعا فيتجاه الموجة بالواي زي ماينس M J M As مينس M H J دي عباره عن وزن اليد وده في تجاه السالب اهي تجاه السالب الواي ميناس mj وهو وزن الكرة اللي بسكاها الإيد ودفتها برضو في تجاه السالب لمين لـ y ده كله بساوي 0 لأن ما حصلت القوة في تجاه ال y بساوي 0 في هذه الحالة يببى مركبة القوة في تجاه y بساوي m plus m hbj ميناس fm طبعا هنا يببعنا كده عرفنا القوة المؤثرة على الالبو جوينت ناخد سمري لهذا الشافتر لأي نظام موجود في حالة اتزان استاتيكي تمام بوث the net force and the net torque must be zero كل من محصلة القوة اللي هي سمريشن f ساوي سف ومحصلة ومحصلة العازم ساوي 0 ده 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 الشرقين مهمين جدا ومع ذلك برضو حاجة ناخده في الاعتبار when solving static equilibrium problems لما نحن نحدي مسائل ده it often simplifies الغالب ومن السهولة saying is to choose the pivot ان كتا تختار نق محور الارتقاس او نقط كال so that the torque from the unknown forces is zero بحيث تكون العازم القوة الغير معروفة بالساوي سفر شكرا لكم المترجم للقناة